دعت كامالا هارس نائبة رئيس الأمريكية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة كما طالبت هارس بالضغط على إسرائيل بالقوة لزيادة تدفق المساعدات لتخفيف ما وصفتها بأنها ظروف غير آدمية وكارثة إنسانية يعيشها الشعب الفلسطيني كما شددت هارس على ضرورة العمل على إعادة الخدمات الأساسية وإعادة النظام في قطاع غزة اشتركوا في القناة